اه بداية طبعا احنا النهاردة عيون عرصة حيية فعلا اه من يوم عشر الى يوم اثناشر بنحتفي كلنا بهذه الايام لان احنا بنعمل استحقاف ديستوري لازم يبقى نقول ان المواطن الاسواني عنده حد من الوعي الكبير جدا يخذينا بالشكل ده احنا عندنا اللي بنا مختلطة زيدي اه موجودين هنا من قبل الساعة تسعة يعني من تمانية تمانية ونص وقبل معاد فتح اللجان ده شيء يؤثر ان حد من الوعي يدير جدا في محافظة اسوان ويؤثر اكثر ان كلنا عندنا العلم والضراعية والفهم لما يحدث حولنا طبعا وبالتالي احنا طلبين استقرار طلبين حياة طلبين امام طلبين مستعبى اللي اولادنا فا اعتقد ان حد من الوعي اللي موجود لولا المواطن واسواني فلنا كلنا نتجمع ديواتي بالشكل اللي احنا نشاهدون ديواتي انا باعتقد بوراهم ان شاء الله اه اه حد من المشاركة اللي هتكون في محافظة اسوان هتكون على اجل المستوى وعلى اجل حضارة وخريفة لمحافظة اسوان وما تراها محافظة اسوان من مجهودات سبيرة وعظيمة جدا في الفترة الاخيرة ان شاء الله موفق با امن اه اه احنا عايزين نقول ان اللي جاي بمشارك بمشارك وقدامه اربع مرشحين بيختار منه مرشح انا اربع محافظة عند القربية كلنا عندنا يعي في نفس الوقت مفيش توضف معين ولكن بقولي نفس اله بالكامل انا عن نفسي انا بشكر المواصدين كلهم بالكامل على اهتمامهم لمنزلها بالاشتراك في هذا العرص وان شاء الله دي امن مصر في المقزمة ان شاء الله انا احنا بداية لتحديد توقيتات الانتخابات تم تشكيل اللجان من الوحدات المحلية وكافة الصفاعات المشاركة في العمدال البخابية سواء من الداخلية او من الفعالين والصحة والإفعاف والحمال المدني كل شيء عملنا اكتر من اجتماع وانا اعملتها عن نفسي انا شخصيا اعملت اجتماعيين مؤمنين وكان ركزنا على صافة النقاط الهامة لان مش اول مرة نحضر انتخابات سواء استحقاط رئاسي او خلافه الا ان في وعي وفي فهم والناس عارفة درها وعارفة مهمها انوا محتاجين نفكر بعض ومحتاجين ان احنا نخلي المواطن على الاقل يجي وهو مطمئن تماما وبالتالي كانت ملاحظات كثيرة في الجزاية بدأت ملاحظات ثلاشة لحد ما وصلنا الحمد لله دلوقتي الى مستوى متميز ويمكن البداية خالص حتى الكرسة متحركة موجودة لأصحاب الهمم برضو في نفس الوقت تنجي وسائل امام من وسائل النقل من الاماكن بعيدة بتيجي لحد هنا موجودة وهتلاقوها موجودة برا من نفسها موجودة دي كلها لان احنا كمحافظة محافظة طولية فالاماكن بتبقى بعيدة عن بعضها في نفس الوقت بنحتاج ان احنا نجيب المواطن من المسافات بعيدة فكان لازم نعمل ده ملحمة ما بين تفقص وسائل النقل اللي موجودة فواء ترعى للديوان او الشركات او المطانع كل الناس اشتركت معانا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نرايح المواطن وفي نفس الوقت هو حق ان هو يجي ويشترك معانا النهاردة ونحترف بكلنا زي ما احنا شايفين دلوقتي